السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسن أسريف كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بغير وعلى خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله ترحب جميع الأخوات اللي انضموا القناة وترحب الأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة كنشكركم شكر كبير بزف زف على حزن المتابعة ديالكم على تعليقاتكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى كلامكم الطيب فشكرا شكرا لكم أخواتي كما كتلاحتم معيني ومشاء الله سنشارك معكم هالطلبية اللي فيها الفقاس بالزرعة ديال القرعاء وباللوز وبالنوافع وهالدوازتين اللي كي يجي غزل بزاف بالشكلات إن شاء الله تجربوهم بصحة وراحة وينالوا إعجابكم ولكنتو أخواتي أول مرة كتزروا القناة ما تنسوا الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كلها جديد في القناة واندزوا بالمكونات وطريقة تحضير الوصفات فخليوكم معي بإذن الله فنبدأوا على بركتي الله أول شيء بدوازتين اللي غنحتاجه 250 غرام ديال الزبدة المارغارين تكون بحرارات للمطبخ وخصوصا ديال الحال سخون فكتكون سهل أن الزبدة تخدم لنا درت هنا كاز ديال العنبة ديال السكر الخشين ما يعادي 150 غرام للكاز ديال العنبة يكون عامر مزيان نضيف جوج أكياس من سكر الباني وغدا نخدم الزبدة مع السكر والسكر الباني مزيان بهذه الصورة هذي كما تلاحظوا معي إن شاء الله فغدا نستمر نخدم المكونات مع بعضها مزيان بهذه الشكلة حتى نحصل على واحد الخليط اللي تكون مخدوم مزيان دائما في المراحل الأولى من الوصفات ديال دوازتين الغريبة الصابلين نخدم المكونات مزيان غي هو باش نضيف الطحين ما نضيفوش بوحد الكميات اللي تكون كثيرة ومتقاربة نضيفو الطحين يعني على دفوعات اللي تكون كثيرة وقليلة باش العجين ما تطلق لنا الزيت يعني السبب اللي تخلينا أن العجين تطلق لنا الزيت هو أننا كنضيفو الطحين بوحد الكيميات كثيرة وبالتالي الناتجة ما كتكونش مزيانة فغدا نستمر نخدم المكونات مزيان فهذه المرحلة هذي يضافت جوج حبات من البيض اللي ضيفة عليهم شوية ديال الملح وغدا نستمر نخدم المكونات مزيان بهذا الشكل هذا حتى ندمجو لي العناصر غدا نضيف كاس ديال اللي عنبه عمر ما يعديل 150 جرام ديال الزيت وغدا نستمر نخدم المكونات مع بعضها مزيان غدا نضيف جوج معالق كبار ديال نشا حصلت لست المعالق كبار ديال نشا الدور ديال نشا هو تخلينا الحلويات تيجيوا الاشاش فغدا نستمر نخدم المكونات مع بعضهم مزيان بهذا الشكل هذا وغدا نبدأ نضيف فطحين قبل غدا نضيف 1 نص كاس أو لكاس اللاروب ديال الكوك اللي يكون محمر نخدم المكونات معوق لكيج اظهر لهذا الشكل وعنده نقدي بخلقة كبار ديال يتصحوا نصف لكاس اللاروب ديال الكوك او لنص مهيمة القياسات هادو ما غن نفوتوه مش فغدا نبدأ نضيف الطحين غير بالشوية بشوية فغدا نبقى نضيف الطحين غير بالشوية بشوية حتى نحصل لحضل عجين اللي يكون ماتماسك صاحب الطلبية في الأول كانت بغى جوش أشكال ولكن من بعد بغى تغيش كل واحد فكنت قسمت العجين على جوج ومن بعد عودت جماعة العجين فقسم كنت ضفت له البخاليني وقسم ضفت له الفلون ديال الشكولات الكبير مع الشكولات الفيرمي السيل فكنت هنا ضفت غير نصف كيس ولكن مني جماعة الأقسم ديال العجين بجوج كنت ضيفه كيس واحد ديال الشكولات الكبير او لجوج فلون صغار فلكن نضيفه جوج فلون صغار نضيفه نصف معلقة صغيرة ديال الكاكاو فبالنسبة الكيمية اللي خدمت ديال هاد النوع ديال الدوازتي فهزات لي كاس اللاروب ديال الشكولات حبيبات صافي نحصل على واحد العجين اللي تيكون ما قاسحش وما مرخوفش بالزاب هنا العجينة راهية جمعة العجينات بجوج صافي ان شاء الله سنشكله في هاد وزاتي هادا ناخد اللاطا كند هنا بوحد شوية ديال زيت اوكررش وحط بقرقيقة ديال الطحين صافي كان بدا نشكل القرات القرى الحجم اللي ستهزلي هاد المغرفة هادي ديال المعمول وقبل خديت هاد زيت ادارت فيها مئة جرام ديال السكر الخاشين مع خمسين جرام ديال جوز الهند او للكوك صافي وكان بدا ندوز لوجه ديال الكورا فهاد الخالية تطير السكر وديال الكوك وكان تراسم زيان هاد وزاتي هادا هاد المغرفة هادي صافي بس كل سهولة يعني تطلق لنا هاد رشمة هادي الفرن شاعلت وتسخون دائما الفرن يلغز هو اللي دائما تنخدم فيه صافي وغدا نستمر بها الطريقة هادي حتى نكمل الكيمياء كلها فلا بغيت تقسموا كما سبق وذكرت لكم العجين على جوج ممكن نخليوا العجين الابيض عادي نضيفوا ليش نكهة ممكن نضيفوا القهوة ممكن نضيفوا اي نكهة بغيتوا ممكن نضيفوا بخاليني او لا اي حاجة كتعجبكم او لا اي نسمة كتعجبكم نضيفوا القسم الابيض والقسم الاخر تنخليوا عادل فقد ندخل هاد الدوازتي هاد الطيب على درجة حرامة وسط الفوق هو الاول غير هو واحد من النقطة كن اكد عليها لان هاد الدوازتي هاد مخصوش يبقى وقت طويل في الفرن لان الكاكاو ما غيبانش لنا اللون ديال تحمار ديال الكاكاو وانما غيف الكوك يبالين الكوك لضيفين بدك يدهب سوف يتخرجوا هاد الدوازتي هاد وخطقسوا دوازتي ويطلقوا على ان دوازتي مازال طيغي خرجوه لان الشوكولات كيكون مازال سخون فالبقى هاد الدوازتي هاد مدة طويلة في الفرن نتسنين على انه يتحمار فرغ يكون الدوازتي فات في الطيب وابتالي يجينا دوازتي قاسح هاد مرحلة هاد إستسا دية البيضات مع أصفر بيضة واحدة و الابيض دية البيض حتى بقهوة سريع الدوبان عندي جوش كيسان ديال الزيت جوش كيسان ديال السكار نص كاز ديال المظهر آآ عندنا زرميه ديال القرعه وعندنا جنجلان حبة حلاوة النافع عندي ربعم وخمسان ديال اللوز بالنسبة للزرميه ديال القرعه فازت مندد فكانت الكمية ديال كاس ونص ديال الزرميه ديال القرعه الخضره نصف ملقة صغيرة نصف ملقة صغيرة مع ملقة صغيرة نصف ملقة صغيرة مع ملقة صغيرة نخدم بها سكر الطحين المكونات نطلق بكم اخواتي في المرحلة التالية بالنسبة للجنجلان والنافع وحبة حلاوة معلقة كبيرة عامرة من كل نوع سوف نبدأ على بركة الله سوف نأخذ البيض هذا هو الفقاس الذي سنخدم معكم به بالنسبة للخميرة الحلويات كما سبق وذكرت لكم جوج اكياس لا يوجد مشكلة انكم تخدموا بهذه الكمية الخميرة الحلويات الخميرة الحلويات ترتق الفقاس وانما الكمية التي تكون كثيرة هي التي ترتق الفقاس او الفران مثلا فران انوكس يسخن كثيرا فضروري نحلوا ضفط البيض ضفط السكر ضفط المنسمات ونختم المكونات حتى ينساجموا إلى العناصر هذا الفقاس لا يوجد اختلاف كثيرا ولكن الاختلاف الزريعة نريد مضاق الفقاس بشكل كبير ان شاء الله نستمر نخدم المكونات حتى ينساجموا إلى العناصر نضيف كسان العنباء والزيت ونستمر نخدم المكونات مجبع ونضيف المكونات كثيرا ونستمر نخدم المكونات بعد ذلك نضيف الطحين بشوية 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 مع الخميرة الحلويات نضيف الطحين في السوائل بشوية 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 حتى كتبالينا كمية دخلت كاملة بصيفة نهاية في السوائل يمكن مدخل المشكلة في المرحلة الأخيرة يعني يقدر يكون باركة من الطحين ولكن يبال لنا على أن الفقاس مازال جاري غير دخله الكمية اللي كتكون يعني كان بدون نشك واش نزيده وللا الطحين ديك الساعة يعني غاتبال لنا واش غنزيده الطحين وللا مرات يعني راك يكون الفقاس باركة عليه وتيبال على أنه مازال خاص الطحين ولكن راك يكون لك ما دخلش دك الطحين زيان في السوائل من بعد قسمت العجين لستاديا القرات هنا قسمت خمسة ولكن من بعد بغيت الفقاس يجيني شوي عريض فعودت قسمت هاد الكورات هادو الخمسة دي الكورات إلا بغينا الفقاس يجينا عالي في تقطيعة هو أننا مراقوش لباقيطات دي الفقاس باش كتجينا هاديك الطلعة دي الفقاس عالية في التقطيعة فغدا نشك الكورات به هاد الصورة هادي صافي وكن بدون نطلقو وأنا تنورك إلا لاحظة راني كان مطلقو تنورك باش ما كيبقاش لياه لهوا أو للفراغ في الفقاس ما بين المكسرات وما بين العجين من بعد غدا نقسم العجين لنقسم الخمسة دي الكورات لأنني قسمت العجين لستوليت يعني رجعت قسمت العجين لخمسة دي الكورات باش يجيني الفقاس عالي في التقطيعة إلا بغينا الفقاس يجيني عالي فمراقوش الباقيطات دي الفقاس كما غدا لاحظوا معي إن شاء الله فلاحظوا معي يعني أن العجين متي بنش ليكم غادي فوق سطح العمل سيح إلا كان بهاد الصورة هادي مازال خاص طحين وكن أكد على أن الفقاس ما ترخفوش بزاف أعفون ما تقصحوش الفقاس بزاف اللهم ما يكون الفقاس مرخوف ونزيدو الطحين ولا يقصح لنا فكي يقول لي يعني مشكل فمني كنت كنضيف المكونات ما ذكرتش لي كون نص كاس دي المزهر ولا كيراني ضفتو ضروري من نص كاس دي المزهر صافي وأنا كنحربل بحلكة في الباقيطات دي الفقاس وتنورك باش ما كيبقاش لي فراغ ما بين المكسرات وما بين العجين دي الفقاس يعني إحنا كنحربلو وإحنا تنوركو فإن شاء الله غدا نكمل هاد الفقاس هادا ندخله طيب في الفران الفوق يعني ماشي منه اللاطة دي الفران والفران خمسة دقائق اللولة يكون واحد شوية مجهد على على العافية اللي كان طيبه في هالفقاس يعني اللي كتكون منقوصة غير خمسة دقائق اللولة وكان عاود الرجع وننقصه الفران ميكونش مجهد الفران بحل شكل اللي غنطيبه الخبز هنا اخديت قهوة سريعة الدوابان مع أبيض البيض اللي بقى عندنا ودهنت الفقاس ونحاول نخطط الفقاس بوحد الخطوط اللي كتكون مائلة ونطلق بكم شاء الله في المرحلة التالية ودروري ما كانت تقبل دهر دي الفقاس بوحد الإبرة وكندخله الفقاسي طيب هنا كما كتلاحظوا معي بديت كنت قطع في الفقاس الفقاس تيبات ليلة كاملة وحتى اللي عشي عادة كنت قطع الفقاس لأنه تكون برد مزيان كما كتلاحظوا معي داير وحد الورقة في هاد الموس القاطع فما كيبقاش للموس القاطع كي ترطوحنا كنقطع باش كدين التقطيع دي الفقاس مقاددة مني تكون الباقيطات دي الفقاس في حلاكة عاليين فما كنحتاجوش نميله يعني كنقطع الفقاس بشكل عادي وكنأكد على أن الموس القاطع هو اللي غادي يكون مزيان في التقطاع وخيكو لعدنا الموس قطعنا بيغي مره ولا جوج في الكوزينة فما ننصحش أننا نقطعو بي الفقاس لأنه غا يضيع لنا الفقاس كامل الموس القاطع دابول لكي تباعد الناس اللي كيبيوا مستلزبنة الحلويات ك كين في المكتابة وكين في الدروغي وكينات العمارة تبدلوا هاد السيكين هاد مني كيح فممكن أنا نشريو العمارة ومقاوا نبدله بحلاكة الموس فانستمر إن شاء الله حتى نكمل الكيمية كلها وكي ما كتلاحظوا معي ما كينش نهائيا كوسور في الفقاس وما كينش نهائيا أن الفقاس مطردق فانكمل إن شاء الله الكيمية كلها وندخل الفقاسي طيب الفوق هو الأول حتى كيبالي الفقاس نشف وبدك يتحمر من أسفل ديك الساعة كنشاعده العافية في الوجهات كيبالي الفقاس وكن نقص البوطة وكنفقون دوروا اللطة باش كنطيع حلون مواحد في التحمار دي الفقاس ونتلقى بكم إن شاء الله في الشكل النهائي فتيبقى أخواتي هذا هو الشكل النهائي دي الفقاس بالزريعة دي القرعاء واللوز اللي شارك سي معاكم اليومان إن شاء الله تجربوه بصحة والراحة وإن الإعجابكم فكي يجي هاد الفقاس هاد بنين ومين بحاجة الشكل الكبير بزاف إن شاء الله ميني غتجربوه غديبقى معتمد عندكم فبالنسبة الكيميا اللي اعطاتني العجن الواحدة هي جوج كيلو قد قد لأن الزريعة خفيفة في الفقاس فبالنسبة التمن البيع الكيلو ميزان هو مية وعشرين درهم من الكيلو على حسب الكيميا اللي غديرو دي اللوز أنا درت هنا بعمية وخمسين جرام دي اللوز يعني نصف كيلو قل خمسين جرام فبالنسبة الدوازتاي فهو سبعين درهم الكيلو نعود نأكد على أن هاد دوازتاي هدرا وخان قيصوا دوازتاي في الفران وللقوع لأن دوازتاي كتحس بحل بقيتري غير خرجوا دوازتاي غير يبدي يدهب الكوكس سوف يخرجوا دوازتاي لأنه مخاصوش يفوت الوقت في الطياب حيث كين شكلات في هاد دوازتاي هدا وبالتالي إلى فات الوقت هاد دوازتاي هدا في الطياب فرا غدي يقصح لنا لأن الشكلات غدي يكون فات الوقت في الطياب فزيين بعدما طاب هاد دوازتاي هدا بهاد تعليك هذي ممكن وضعوا صدفة دي لشوكولا غيش كيبقى لكم لاختيار في اي تزيين تقدو تعطيو له هاد دوازتاي هدا فباش نحافظوا على التعليك اللي كتكون في هاد دوازتاي هدا هو أنه ميفوتش الوقت في الطياب فكيجي هاد دوازتاي هدا بنين نين بزاف وان شاء الله تجربوه وغاي بقى معتمد عندكم فاي حاجة اخواتي موضحة مزيان ممشورة مزيان خليوا لي انسوا الله قد تعاليق نجاوبكم على بإذن الله فكنا شكركم أخواتي شكر كبير بزاف بزاف على حسن المتابعة دي لكم على تعليقاتكم على التشجيع دي لكم وعلى كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم أخواتي وقالي إلى نقول لكم صلى وفراتكم بزاف بزاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر في فكرة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته